من طريقة نشر الخبر وبروسته وكذا وكذا لأ أنا بأفضل فانديم يعني أنه كانت كانت السلطة وقتها مسيطرة على الصحافة بشكل كامل ففي حاجات كتيرة جدا الصحافة مثلا مقربت لهاش طبعا ما هي الصحيفة مش حتتناول ما يؤثر على صورة السلطة الحاكمة طبيعي وخصوصا إيه أن الصحيفة ملك الدولة ما هو ده المعنى ما هي فكرة تأميم الصحافة فكرتها دي أن جمال عبد النصر في وقتها كان بيقولك الصحافة لا تنشر أخبار يعني أعمالنا وإنجازاتنا والريف المصري والحارة المصرية والكلام ده كله بتهتم بأخبار المجتمع والوجهاء والحفلات والحاجات دي كلها الموجودة مجتمع تقليمك يا دكتور لتجربة الأستاذ هي كان تقليمك لتجربة الأستاذ هي كان لأنه هو أحد الذين سجلوا تاريخ فترة مهمة جدا من عمر مصر طبعا يعني تقليمك لك مؤرخ إيه أبدا هو صحفي تابع للسلطة الحاكمة دي معروفة لكنت يعني هو بيساعد أنا أقول لك أنا في مرة روحت له أنا والدكتور محمد أنيس طبعا لرحم ملك أه وكان طبعا أستاذ الأستاذ أه عشان إيه كان هو عاوز يعمل مركز تاريخ في داخل الأهرام أه فالدكتور أنيس هو طالب أنيس يميلش دعا بس أنا كنت مع الدكتور أنيس قال لي تعال معي إيه نروح لهيه فهدخلنا المكتب وإحنا لسه بنتكلم فجاله تليفون بيردوا على التليفون بقوله أهلا يا رئيس فحنا فهمنا أنه إيه دا رئيس جمال عبد النصر فحبنا نخرج بره قال لنا إيه أعمل لنا كده أعوضه كما لو كان عاوز يورينا أه هو وصل رئي فيه اللي كلمه عبد النصر مش هو اللي كلمه مثلا واسمعوني بقى يشوف الحوار هي حصل إيه يتم إزاي بس وخلنا إيه نعوض عشان نسمع إيه الكلام وانتهت المسألة حاضر حاضر يعني الزهر كان يطلب منه يكتب حاجة أو كلام نازة حاضر حاضر وانتهى إيه الموضوع فهو كان صوت الثورة أو صوت الرئيس جمال عبد النصر خصوصا أن الجورنال التلاتة الجمهورية والمساة والأخبار والأهرام هي ملك الدولة فهو لما جمال عبد النصر عمل التأميم لأنه قالك أن الصحيفة ملك صاحبها بتنشر اللي على كفها صحيح مانش بيتكلم بتزوير هو بيقول إيه حقائق موجودة بيلمسها من خلال الحوارات الموجودة وحاجات يقولها وحاجات ما يقولهاش لما خرج حتى عن الخط ده تم معاقبته بيخراجه من الأهرام سبب إيه إيه اللي خرجوا اللي حصل إنه هو بعد نصر أكتوبر والعبور والأخر وفضل اجتماك الأول والتاني والمساة اللي لسه معلقة هو كتب أنا فاكر التاريخ ده في 2 فبراير 74 2 فبراير المنشت عنوان المقالة بتاعت الجمعة قال كده حالة الله نصر ولا هزيمة هو قبل كده كان بقول الله حرب ولا سلم آه قامت الحرب قالك الله نصر ولا هزيمة ورسم خريطة لقناة السويس على يمين الصفحة أسهم في الخريطة الجيش المصري عدى إلى الضفة الشرقية أسهم إسرائيل معدية للضفة المرضية حدسة الصغر الصغر تاني يوم كان ساب الجورنال هو كتب بعد كده بقى قال شرح الظروف دي وقال إنه إن السادات قال له تعالى امسك مكتب المعلومات في الرئاسة قال له لا أنت من حقك تشلني من الجورنال لأنه ده جورنال قومي جورنال الدولة يعني لكن أنا من حق أختار المساعدة بسوء هيك لما تكلم عن الصدام مع السادات ما جابش وقعة المقال ده خالف مين هيك لما حكى عن صدامه مع السادات ما جابش سيرة الواقعة هو قالها بعدين قالها بعدين طب لما كتب عن السادات في خريف الغضب طلع بقى هنا مؤرخ ولا هنا لا هنا مؤرخ 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 إيه لأنه بيسجل وقائع وطبعا فيها الواقعة نفسها بتكشف عن نفسها لما جاب تاريخ السادات بقى والمسائل دي كلها اه بس هو هنا هنا كمؤرخ يعني أثرت الخصومة السياسية في تشويه كامل طبعا ما هو ايه انت هنا هتدخل ايه في مسألة موضوعية الباحث لأ المؤرخ انا عايز اقولك دايما فيه فرق بين الباحث وبين المؤرخ المؤرخ بيسجل وقائع تمام خلاص ما لنشجع به سواء بيسجلها كاملة او بيختصر منها او يهم الواقعة خلينا بقى الباحث في التاريخ بيعتمد على التسجيلات دي سواء مسجل تاريخ او ارشيف الدولة او المذكرات السياسية او المذكرات السياسية او الصحاف اه بيعتمد على دي ويعيد بناء الصورة يعيد بناء صورة الحدث بناء على ان هو يقارن بين الجزئيات اذا وجد مثلا وقع محل اتفاق المصادر كلها خلاص ياخد بها وتبقى نهائية اذا لا وقع عليها اختلاف يستخدم بقى سلوب الترجيح تم كان فيه وقع حضرتك اشارت ليها مؤخرا وهي بتصير سؤال يعني وقعت انه القذافي كان يعني طلب من الرئيس السابق مبارك انه يختل السادات اه وانه ده كان سبب من اسباب انه السادات عين مبارك نائب ليه حتى ياما جانبه يعني